انفجار مجلس النواب بسبب الغش في امتحانات السنوية العامة 2023 اوقفوا هذه المهزلة تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه لوزيد التربية والتعليم انه يجب على القائمين على الامتحانات السنوية العامة التفكير بكل جدية في اتخاذ جميع الاجراءات لتصحيح وتغيير منظومة امتحانات السنوية العامة في السنوات المقبلة للقضاء على ظاهرة تسريب الامتحانات التي تخلي بمبدأ التكافؤ الفرص خاصة ان هناك اعداد كبيرة من طالبات وطلاب السنوية العامة من المتميزين والمتميزات واولئاء امورهم يرفضون وبشكل قاطع هذه الظاهرة الا وهي ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات ولا يلجؤون للغش في امتحانات السنوية العامة ويعتمدون اعتمادا كاملا على انفسهم واعرب عضو المجلس عن اسف الشديد من تكرار ظاهرة تسريب امتحانات عدد من مواد امتحانات السنوية العامة بعد انعقاد الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفترات زمنية قصيرة مطالبا الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم بالافصاح بكل الشفافية عن هذه الظاهرة الخطيرة واسباب تكرارها دي من تحية للنائب محمد عبدالله زين الدين عضو مجلس النواب اللي اصار هذه المسألة ونتمنى ان غيره غيره من اعضاء مجلس النواب ان هم برضو يفجروا مثل هذه القضايا اللي بتخلي بالامن القومي في البلد طبعا موضوع السنوية العامة موضوع الجامعات ده مش موضوع هايل ولا موضوع سهل لشباب ولاد النهاردة دول هم اللي هيمسكوا المناصب بكرة فلازم يطلع مهندس مناسب مهندس كفء لازم يطلع دكتور او طبيب مناسب وكفء طبعا الظاهرة الغش لازم 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 نوقفها ولا نشجع عليها على الاطلاق وتسأل عضو مجلس النواب اين وعود الوزارة وتصريحات الدكتور رضا حجازي بان الامتحانات مؤمنة تماما واين المليارات التي تم انفقها على تأمين الامتحانات واين الكاميرات وغيرها من عوامل مواجهة الغش في امتحانات السنوية العامة مؤكدا ان ما حرس من تسريب الامتحان يتطلب التحقيق العاجل ومحاكمة لكل من تسبب في ظاهرة تسريب الامتحانات خاصة ان هذه الظاهرة اثرت سلبيا على العديد من طالبات وطلاب السنوية العامة واولياء امورهم الجدير بذكر يا شباب بان موضوع الغش في الامتحانات وتسريب الامتحانات ده طبعا بيخل بمبدأ تكافؤ الفرص وطبعا ده بيخرج لنا ناس ما يستاهلوش ان هما يدخلوا كليات معينة وان هما اخدوا حق مش حقهم حق ناس تانية كانت بتتعب وبتجتهد لكن هما بسبب هذا التسريب اخدوا حق غيرهم وطبعا دي كلها مهازل لازم وزارة التربية والتعليم توقفها وتجد لها حل وحل مباشر السنة اللي فاتت كان فيه غش كتير جدا جدا وسمعنا عن ظاهرة اولاد الاكابر واللي جان اولاد الاكابر في الصعيد خاصة في محافظة سوهاج وسمعنا بقى اليومين دول حاليا بان حوالي ستين في المية من طلاب طب اسيوت صقته السنة دي ممكن يكون الناس اللي فيها دول من اولاد الاكابر اللي بتقال عليهم ممكن يكون دول اللي غشوا في الامتحانات طبعا يا جماعة الغش اه ملوش رجلين زي ما بيقولوا انت هتغش هتغش مين هتغش نفسك هتغش الناس هتغش ربك سبحانه وتعالى طبعا لازم نوقف كل هذه المهازل لازم نجد حل فطبعا لما عضو مجلس النواب يفجر مسألة زي دي ده بيدل على ان اه هذا الامر اه وباء في المجتمع المصري وقافة في التعليم في السنوية العامة تحديدا اللي احنا لازم نوقفها ونكتسها من جزرها هذه الظاهرة طبعا اه بتأثر في مكتب التنسيق والدرجات الدنيا لكل كلية فالتنسيق طبعا بيعلى وبالتالي الولاد والبنات اللي اجتهدوا وتعبوا لأسف الشديد في غيرهم اه بياخد حقهم وبياخد مكانهم في الجامعة فطبعا هذه الظاهرة اه بتشكل خطورة شديدة جدا في مصير ابنائنا وبناتنا خاصة المتفوقين المكتعدين اه فطبعا هذه المشكلة لازم لازم زي ما احنا نسعيلين نكتثها من جزرها ونقضي عليها والوزارة اللي تقرارا ومرارا تقول احنا بنواجه 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 فين هو فين فين المواجهة ديت لما امتحان زي امتحان الفيزياء اه تم التكتم عليه في اه بعد ما اتسرب ووقيل بان احد واضع الاسئلة قام بتسريب الامتحان مقابل لمقابل مادي لازم الوزارة يكون لها دور هي الاساس طبعا احنا هنكلم من غير وزارة حسب الله وانعم الوكيل في اللي بيع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة